اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب أن الدبلوماسية البرلمانية البحرينية المغربية تعملان معنا على تفعيل الدور النيابي في المحافل الدولية وتحقيق المصالح المشتركة والدفاع عن قضايا الأمة العربية وتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين في الظل حرص واهتمام جلالة الملك المفدة وأخيه جلالة ملك المملكة المغربية الشقيقة حفظهما الله مشيرة إلى حرص مجلس النواب في الارتقاء بمجالات التعاون المشتركة مع المملكة المغربية الشقيقة بما يحقق مصالحهما ويعود بالخير على شعبيهم الشقيقين مشيرة إلى أن تبادل الزيارات البرلمانية بين البلدين الشقيقين يسهم في تقوية مسار العلاقات بينهما على كافة الأصعدة جاء ذلك خلال لقاء معالي رئيسة مجلس النواب مع معالي سيد ناصر بوريطا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمملكة المغربية وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها معاليها والوفد النيابي إلى المملكة المغربية الشقيقة وخلال اللقاء أشادت معاليها بمواقف المملكة المغربية الثابتة والداعمة لأمن واستقرار البحرين ودعمها لجميع ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ووقوفها إلى جانبها في كافة الظروف مشيدة بالجهود الكبيرة والإسهامات المقدرة لجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القدس الشريف والحفاظ عليها كمدينة للسلام والتسامح والتعايش من جانبه أكد معالي الوزير بوريطا عمق علاقات الأخوة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية وما وصلت له من خطوات كبيرة في توسيع التعاون المشترك وأكدا دعم المملكة المغربية لمملكة البحرين في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها ضد الإرهاب والتدخلات الخارجية وأشهد معاليه بمستوى العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة المغربية وما تتضمنه من علاقات خاصة ومتميزة وما تشهده من تطور ونماء وما تحققه الدبلوماسية البحرينية الحكيمة من حضور فاعل ومؤثر على الساحة العربية والإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر